وانتوا بتتابعوا الفقرات اللي فاتت قد ايه احنا بنغلط في حق اطفالنا احيانا وقد ايه اطفالنا يبتدوا يفقدوا طفولتهم يفقدوا حلمهم اكيد الصورة اللي اترسمت في خيالكو هي صورة اطفالكو انتو وتعاملكم معاه لكن للأسف خيالنا احيانا ما بيجيبش صور تانية بنتجهالها في الحياة وهي عايشها جنبنا اطفال ما عندهمش حتى حلم يفقدوا وانا داخل المسرح لقيت طفل مستني على الباب وعايز يكلمني هيا وقفت عشان اتكلم معاه اول ما بدأ حكايته وقفته تقولوا استنى بدل ما تقولي الكلام بتاعك انا عايزك تقوله قدام الكل ضيف عزيز عايزكو تستقبلوه تعال ادهم ازاك يا ادهم عزيزي الله اه اه وانا داخل انت حبيت تتكلم طبعا اه اه انتها حبيت تتكلم معايا وانا قطعتك وقلتلك تحب تقولي الكلام ده قدام الناس كلها فانت قلتلي اه عايز تقولي ايه بقى زعلان 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 اول زعلان من الكل بلي durable